موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعنى موسيقى الرئاسة الموريتانية تعلن عن إنشاء لجنة وطنية مكلفة بفراح نشيد وطني يرأسها وزير الثقافة الناطق باسم الفقوم موسيقى الرئاس الموريتانية تدور مرافق فتحية وتعليمية ومركزا للحالة المدنية في مقاطعة الميناء للعاصمة المقش موسيقى موسيقى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرف عن قلقها إذا استمرار اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان موسيقى 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 أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة أعلنت الرئاسة الموريتانية بموجب مرسوم صادر عنها إنشاء لجنة وطنية مكلفة باقتراح نشيد وطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية يرأسها وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمينو الشيخ وتضم اللجنة ثمانية وثلاثين عضوا معظمهم شعراء وكان الناطق باسم الحكومة قد صرح مآخرا بأن العلم والنشيد الوطنيين الحاليين سيظل العمل جارم بهما إلى حين صدور مرسوم بتغييرهما زار الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز عددا من المرافق العمومية بمقاطعة الميناء في ولاية وغشوط الجنوبية وقد شملت زيارة إعدادية الميناء رقم أربعة ومدرسة الامتياز بالمقاطعة إضافة إلى المركز الصحي ومركز الحالة المدنية نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وزيارة أخرى ميدانية خصصت هذه المرة لبعض المرافق العمومية بمقاطعة الميناء بولاية وغشوط الجنوبية استهل لها بإعدادية الميناء رقم أربعة جولة قصيرة ببعض قاعات الدرس الخاوية إلا من بعض الطاولات وآذار آخر الدرس انتلقاه التلاميذ قبل المغادرة في العطلة الصيفية تلاها حديث ذنائي بين الرئيس ووزير التعليم اتضح مما التقطته الكاميرات واسترق له بعض الوزراء السمع أنه لم يكن وديا حيث انتقد الرئيس المنهجية المتبعة ولم يخفي الوزير الحرج من زيارة أحد الأقسام فطلب عدم زيارته خارج المدرسة كانت لدى بعض من استقبل الرئيس رسائل طلب بأن تصل وقد أخذ الرئيس بعض الرسائل من المواطنين في إحدى محطات زيارته وهنا كان البعض ينتقد أداء الإدارة المحلية وإن على استحياء وعن بعد لكن آخر يرى أن البلاد عرفت إصلاحات كبرى تمثلت في البنى التحتية وإصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين داخل مركز الحالة المدنية بمقاطعة الميناء اطلع الرئيس على المشاكل التي تواجه بعض المواطنين واعتبر ما يجري دليلا على عدم المسؤولية كما يقول وداخل ذات المركز تجول الرئيس وتحدث مع بعض المواطنين ممن لديهم مشاكل في الإحصاء وختم الرئيس الزيارة التي شملت المركز الصحي في المقاطعة بعقد اجتماع ببعض الوزراء والفاعلين السياسيين والإداريين وبعده لم يدل بأي تصريح للإعلام رغم طلب بعض الصحفيين لذلك أعلن في القابون عن تعديل وزاري جزئي تقلص بمجيبه عدد الحقائب الوزارية إلى 38 بدلا من 40 حقيبة وزارية واحتفظ خلاله معظم الوزراء السابقين في الحكومة بمناصبه وقد تضمن التعديل الجزئي دخول بعض الوجوه المعارضة للحكومة حيث عين مرشح سابق للرئاسة في منصب نائب رئيس الجمهورية فيما عين مدير حملة جامبينغ على رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التفاصيل في هذا التقرير الإعلان عن تعديل وزاري جزئي في القابون تقلصت بمجيبه عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 38 حقيبة دخلت بعض الوجوه المعارضة للحكومة فيما خرجت وجوه أخرى بعضها تربطه قرابة برئيس البلاد علي بونغو أوديمبا وقد احتفظ معظم الوزراء بمناصبهم بالحكومة خصوصا وزراء الدفاع والناطق باسم الحكومة والبترول والوزير الأول فيما خرجت من الحكومة وزيرة الرياضة نيكول آسيلي التي تربطها قرابة برئيس البلاد ووزير العدل وتهديب الوطني وقد عين الممثل السابق للبلاد لدى الأمم المتحدة ويل نيلسون وزيرا لشؤون الخارجية بعد أن كان يشغل مصيب المدير العام للبروتوكول فيما عين بير كلافي مغانا موسافو المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة منظمة عام 2016 نائبا لرئيس الجمهورية وعين المدير السابق لحملة جانب بينغ بمصيب رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبموجب التعديل الوزاري الجديد فإن الحكومة القابونية أصبحت مكونة من ثلاثة أقطاب رئيسية وهي قطب الآغلبية ممثلا من خلال الحزب الديمقراطي القابوني الحاكم في البلاد منذ ما يقارب خمسة عقود وقطب المعارضة غير المحاورة التي يمثلها المرشح الخاسر في الانتخابات الأخيرة جانب بينغ حيث عينا مدير حملته السابق أما القطب الثالث فيعرف بقطب المعارضة المسؤولة أو معارضة الخدمة وهي المعارضة المشاركة بالحوار المنظم مؤخرا في البلاد وكان الرئيس علي بونغو أوديمبا قد وعد في خطاب القاوم مؤخرا بمناسبة ذكرى لعيد الوطني القابوني بتغيير حكومته وإدخال بعض الوجوه السياسية الجديدة عربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها إذا استمرار اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان محملة مختط فيها المسؤولية في استمرار إخفائه القسري دون أي سند قانوني وقد تولى علي زيدان البالغ من العمر 67 سنة منصب رئاسة الوزراء في ليبيا خلال الفترة ما بين نوفمبر عام 2012 ومارس عام 2014 نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا باختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان وطالبت المجلسة الرئاسية لحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية بالكشف الفوري عن مصيره وحمل بيان أصدرته اللجنة الثلاثاء المختطفين المسؤولية عن استمرار إخفائه القسري دون أي سند قانوني وعربت اللجنة عن بلغ قلقها حيال استمرار اعتقال علي زيدان لليوم التاسع على التوالي كما عبرت عن استيائها الشديد حيال الصمت المريبي إزاء واقعة اختطاف رئيس الحكومة الليبي السابق وكان مسلحون مجولون يستقلون سيارات دفع رباعية داهموا فندق الشرق وسط العاصمة الليبيا طرابلوس حيث كان يقيم علي زيدان اقتادوه إلى جهة غير معلومة وكان علي زيدان البالغ من العمر 67 عاما قد تولى رئاسة وزارة ليبيا من 14 نوفمبر 2012 إلى غاية 11 مارس 2014 وسبقا تعرض الاختطاف عندما كان يشغل منصب رئيس الحكومة في 10 أكتوبر 2013 من طرف مجموعة مسلحة تعرف باسم غرفة عمليات ثوار ليبيا ليتم تحرير منها بعد الساعات وعقب إقالة من منصبه إذ رحج بالبرلمان الليبي للثقة عنه في مارس 2014 غادر علي زيدان ليبيا خلصة رغما عن قرار للنابي العام قضى بمنعه من السفر بعد اتهامه بتورط في قضية اختلاس أموال عامة وهو القرار الذي وصفه زيدان حينها بأن دوافعه سياسية وعاد زيدان إلى ليبيا مجددا في يونيو 2014 ليعلن تأييده للحملة المسلحة التي أطلقها الجنرال الليبي المتقاعد خلف حفتر في مايو من العام ذاتي وتعيش ليبيا منذ رطاحة بنظام العقيد معمر قذافي 2012 حالة من الفوضى والصراع والانفلات الأمني انتهت إلى وجود ثلاث حكومات اثنان في طرابلس الغرب وثالثة في مدينة البيضاء بالشرق الليبي تنتظر الحكومة الجزائرية المعلنة عن تشكيلها مؤخرا ملفات سياسية واقتصادية عديدة حيث توصف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد بالاستثنائية ويتصدر الملف الاقتصادي من خلال قانون الموازنة أولويات حكومة أويحيا التي جاءت بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيين حكومة جديدة التفاصيل فيما يلي تواجه الحكومة الجزائرية الجديدة تحديات ورهانات كبيرة وسط وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي يوصف بأنه استثنائي وتعيشه البلاد في ظل تراجع في مصادر الدخل جراء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وسياسة التقشف التي تفرضها الحكومة ويتصدر الملف الاقتصادي بما فيه قانون الموازنة لعام 2018 أولويات الحكومة الجديدة بإيجاد مخرج بديل عبر تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتفعيل الإنتاج الوطني وترشيد النفقات العمومية ومراجعة قانون الاستثمار الأجنبي ويرى مراقبون أنه بعد تراجع مصادر الدخل بالجزائر في السنوات الأخيرة سيرجع أويحيا إلى إجراءات أكثر تقشفا تجنبا للجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وهما صرح به في 24 مايو الماضي خلال حملة الانتخابات البرلمانية وخلافا لسلفه تبون الذي قرر فصل السياسة عن المال سيعمل أويحيا وفق مراقبين على استمالة رجال الأعمال لمساعدة الحكومة في ظل ضرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد وينتظر أن يكون ذلك في لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة والمركزيات النقابية الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكبر تنظيم نقابي في البلاد واتحاد أرباب العمل ومنتدار أساء المؤسسات ويرى اقتصاديون أن التجارة الخارجية ستكون ورقة مهمة للنقاش في حكومة أويحيا نظرا إلى تقليص فاتورة الوالدات وتنظيم تراخص الاستراد من قبل تبون الذي تعامل مع الموضوع بحزم وصرامة ما أدى إلى تخوف المستثمرين ورجال الأعمال بالقطاع الخاص وهو ما يرى البعض أنه كان سببا وراء الإطاحة به وتعاني الجزائر منذ ثلاث سنوات أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعال النفط وتقول السلطات إن البلاد فقدت جزءا كبيرا من مصادر دخلها في النقد الأجنبي حيث تراجعت من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار في العام 2016 وأدى ذلك بدوره إلى تراجع كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي فهبطت من 194 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013 إلى 112 مليار دولار في فبراير 2017 ينتظر أن ينشر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائمة سوداء قبل نهاية العام الجاري تتضمن الشركات الدولية التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة وقالت صحيفة واشنطن فوست إن القائمة تتضمن عدد من الشركات الأمريكية التي تنشط على مستوى المستوطنات فيما يلي المزيد من التفاصيل من المتوقع أن ينشر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رعد بن زيد الحسين قبل نهاية العام الحالي قائمة سوداء بشركات الدولية التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس والجولان السوري وكشفت صحيفة واشنطن فوست الأمريكية أنه يظهر في القائمة سلسلة من الشركات الأمريكية التي تنشط في المستوطنات ومن بينها كاتر بيلر و تريباد وايز و برايس لاين و اير بي ان وبحسب التقرير فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لمنع نشر القائمة السوداء كما أن مفوض الأمم المتحدة راعد بن زيد الحسين بعث القائمة إلى الإدارة الأمريكية للحصول على تعقيبها وتبين أن إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان بشدة نشر القائمة السوداء وتجنان حربا متواصلة من أجل عرقلة نشرها بالدعاء أنها تشكل مقدمة لمقاطعة إسرائيل بحسب الصحيفة وقال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن هذه الخطوة المخجلة هي تعبير عن لاسامية حديثة تذكر بعهود مظلمة في التاريخ على حد زعمه وقال دانون أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحول إلى الناشط الأكبر لحركة المقاطعة بي دي أس في العالم ووضع أمامه هدف المسيب إسرائيل بدلا أن يقوم بمهام منصبه وكان ناشطون قد حددوا القائمة السوداء لـ 22 شركة عالمية تدعم العدوان الصهيونية والتطهير العرقية ضد الفلسطينيين ويطالب النشطاء المناصرون للفلسطينيين بمقاطعة البضائع والسلع الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي الكامل للسياسات العدوانية الإسرائيلية على المقدسات وأراضي الفلسطينيين وقادت حملات التعبية النشطة لمنتجات هذه الشركات إلى تكبيدها خسائر مالية كبيرة جعلت بعضها يتراجع عن دعم الصهاينة غير أن ما تطالب به حركات المناصرة الحقوقية للفلسطينيين الآن هو تدويل جرائم الإبادة التي تتم بتمويل هذه الشركات لتتسنى متابعتها لاحقا على تمويلها لجرائم الجيب الاستيطاني الصهيوني الخطيرة والتي تجعلها ضالعة في عمليات القتل والإبادة للشعب الفلسطيني إلى جانب الإسرائيليين نظم نادي التألق الأدبي مصية في نواكشغوت تخللتها إلقاءات شعرية في أغراض أدبية مختلفة وعبر ممثل اتحاد الأدباء والكتاب المدتانيين عن تشجيع الاتحاد للنواد الأدبية الشبابية سبيلا إلى رفع من شأن الأدب والنهوض بالساحة الثقافية والأدبية في البلاد نحن في اتحاد أدباء نشجع النواد الأدبية الشبابية التي ترفع من شأن الأدب وتساعد في تحريك الساحة الثقافية وتعطيها حيويتها وألقها باللازمين ولذلك فلا غرابة إذا كان نادي التألق يعطينا يعطي الساحة الثقافية تألقاً وحيويةً وعطاءً يميزها وينعشها ويمنحها ما تستحقه من حراكه ينفض الغبار عن تراثنا الأدبي وفي نفس الوقت يهجئ لإبداع يهجئ لتفتيق المواهب الشابة لعلها تسهم في إنعاش الساحة الثقافية والأدبية في الأدب كما يقولون ثمرة أو مشعل أو نبراس الثقافة هذا وتضمنت الأمسية إلقاء بعض النصوص الأدبية لأحد الشعراء الشباب من أعضاء النادي ركزت على المديح النبوي الشريف سافرت بين دروب الحب مرتحلة والدرب يوصلني حيث المناوصل لسدرت المنتهى حيث الهوى شرف قراب قلبي سرى يستنهض الشملاء نادى علي بها يا أنت قم فلقد ضاعت قوافيك واسمع للذي عذلا كأن حرفك يمشي تائها جنوبا فابحث له عن وضوء ما ليغتسلا أوقد شموع صلاة الحب أوقد شموع صلاة الحب في ولهن وترك بكاءك هجر الحور والطلل والمدحو أذن على شوق لموسمه يأتيك من كل فجن راكبا رجلا غار الثناء تحنث في جوانحه وقرأ به سورا تحدي لك الأمل إني أرى درر الإلهام قد هطلت غيثا عليك ووحي الشعر قد نزلا لكن تمهل قليلا هل ترى قبسا يريف قلبك في الأشحار المرتجلة لا تدركن غيون الشعر راقدة قل في حبيبك لا تبغي به بدلا زين حروفك بالمدح الشريف ففي غير المديه ترى من حلها أطلا نهاية نسرة أخبار الواحدة قدمناها إلى حضراتكم بقناة المرابط وقد نابعتم فيها الرئاسة الموريتانية تعلن عن إنشاء لجنة وطنية مكلفة بافتراح نشيد وطني يرأتها وزير الثقافة الناصر باسم الفقود الرئيس الموريتانية زروا مرافق صحية وتعليمية ومركزا للحالة المدنية في مقاطعة الميناء في العاصمة المرابط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرف عن قلقها إذا أسمت باريخ تطاق رئيسي المزراء السابق علي زيدان يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة قبر صفاتنا على الفيسبوك وطواهرة على الشاشة الثاني يموجز نغبالي بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة